خروف يتسبب بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين بإطلاقات نارية حادثة حصلت بين باع مواشي مع قوة أمنية في قضاء أبغراب بعد رفض أحمد بيع الخروف خاوة عليه بسعر زهيد للضابط بحسب ذوي المقتول الضابط يريد يشتري طلي من أخي أو يأخذ من عنده ما تفقوا الجواب لي نحن قاعدين نتعلل بالحديقة صاحة والأخي لازمين أخوي مادينه يمسي على أخمسات دفرات كان الضابط يصيح على الجندي يقولوا ارميه براسه ارميه براسه اضربه براسه اضربه جيت عليه امشي اركضه عم بس خلفتني من الموضوع شنو خلفتني من الموضوع شنو شان يصيد علي الجندي يضربني في شقة هنا منه وطلعت من هذه الصفحة مننا مقابل فاجعة حلت على عائلة أحمد الذي ترك خمسة أطفال وامرأة بعد مقتله ذوه قاموا برفع دعوة قضائية ويطالبون تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة هو من تسبل بالصحوة اراثه 250 وعنده خمس جهال ثلاث بنات وليدين وترملت العائلة يعني ظلت ليه معين أطالب مطالبة حقيقية طالب رئيس الوزارة طالب وزير الدفاع حتى أطالب رئيس البرلمان يكون تحقيق فوري وتندبت جنات بالسجن وبعد الحادثة الهاجينة أمر وزير الدفاع بتوقيف القوة التي أطلقت النار وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وفق القانون ومع تشكيل مجلس تحقيقي بشأن الحادثة يطالب أهل الضحية بإنزال أشد العقوبات بحق من تسبب بهذه الفاجعة من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير